وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مثاق العمل الوطني نعكس على تطور التعليم في مملكة البحرين وهو منعكس على المناهج التعليمية وترسيخ التحصيل العلمي للطلبة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع نجد أن مثاق العمل الوطني منذ التصويت عليه شكل انطلاقة للتطور في مختلف مناحي الحياة في مملكة البحرين الجانب التعليمي يأتي في مقدمة هذه الجوانب فلا يخفى عليكم التعليم في مملكة البحرين قديم جدا احتفلت مملكة البحرين في العام 2019 بمئوية التعليم منذ انطلاق التعليم النظامي عام 1919 وكان التعليم أيضا موجود بأنماط مختلفة قبل ذلك التاريخ ولكن في عام 1919 التقت الإرادة الحكومية مع الإرادة الأهلية في تأسيس تعليم نظامي في مملكة البحرين ومنذ ذلك الوقت وطبعا انطلاقا من مشروع ميثاق العمل الوطني تطور التعليم في مملكة البحرين بشكل كبير جدا فبالدرجة الأولى انعكس المشروع الإصلاحي على المناهج التعليمية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة فطبعا هناك المواد العلمية التي تقدم للطلبة في هذا الجانب ترسخ حقوق الإنسان ترسخ التسامح ترسخ التعايش وفي نفس الوقت تغذي الطلبة حول حقوقهم السياسية والمدنية والدستورية وغير ذلك في نفس الوقت شكل المشروع الإصلاحي لسيد جلالة الملك المعظم انطلاقة مهمة نحو ترسيخ التحصيل العلمي لدى الطلبة فركزت وزارة التربية والتعليم وانطلاقا من التوجهات السديدة لسيد جلالة الملك المعظم ومتابعة حكومة مملكة البحرين تابعت بشكل مهم جدا تنفيذ كل المشاريع التعليمية التي تؤكد على التحصيل العلمي للطلبة فتم التركيز في الواقع على مختلف المهارات الأساسية وطبعا الكفايات العالمية التي لا بد أن تتوافر في الطالب طبعا في مختلف المواد العلمية في مقدماتها طبعا الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية واللغة العربية تم التركيز على هذه المواد الأساسية بحيث طبعا يواكب المنهج المقدم للطلبة في مملكة البحرين المناهج الدولية في مختلف أنحاء العالم التي تركز على المهارات الأساسية ونجاح مملكة البحرين ووزارة التربية والتعليم في هذا الجانب يتبين لنا في المستويات المختلفة التي حققها الطلبة في المواد الأساسية